نقول لأي مدى تشكل خطوط الجوية العراقية يعني شريان اقتصادي حقيقي وماني داتا رحب حضرتك ورحب وضيف قناتكم الكرام حقيقة خطوط الجوية العراقية هي واحدة من أهم الواردات كانوا يفتلت لخزينة عامة الدولة شركة خطوط الجوية العراقية شغلت من موازنات الدولة خلال السنوات التي فاضت حقيقة ما يقارب حقيقة مبلغ الـ 400 مليون دولار استخدمتها في شراء 32 طائرة عاملة و45 طائرة تحت الطلب العراق سدد مبالغ كبيرة من هذه بعضها تحت الطلب كاملة لكن بعدنا ما مستلميها يعني ما اكو حاجة لها 32 مكافيتنا وزاي بسبب الحضر للطيران خسارتنا الأقل التقديرات تندفع للشركات 80 مليون دولار بسبب استخدام الشركة 100 مليون دولار نعم قاعد تأخذ هذه الشركات على حساب خزينة الدولة اللي يبقى مسل حاجة لهذا المبلغ ونحن دافعنا 400 وكسر مليون دولار يعني مو هاي المبالغ فايل الدولة دافع فلوس غير مفوض ترجع نعم ما ترجع قاعد تذهب لجيوب شركات الطيران لما جاءت عمقنا بالمشكلة يابا احنا مشكلتنا مركبة اكو مثلا هو عليه عقوبات فما يسمحوا له احنا لا كنا نطيل لغاية 2015 في اوروبا وحققنا مكاسب وإرادات وكان متوقع تكون من اكبر الشركات في المنطقة وان عندي مقارنات مع الشركات اللي جيبناها أطلس وغيرها بدون ذكر مسميات نعم حتى ما نخص جهة معنية نعم تمام اسطننا احدث من اسطنهم مرتين واكثر رسانة وامن وطيارين ما اخذين حقيقة شهادات أفضل لكن اللي صار شنو اللجنة حقيقة اللي هي منظمة الياسة اللي تستخدم النظام تي سي او هاي اللجنة للسلامة الاوروبية للطيران عدها معايير المعايير جدا بسيطة اللي هي حقيقة نخلي يفتهم الشارع العراقي اللي عبان نفذ معجزير هي اللي على أساسه طلعونه طلعونه الالتزام بقواعد الطيران والسلامة الالتزام بمواقعيه الإقلاع وعدم التأخر بالإقلاع وفي حالة الهبوط مدة الهبوط عدم ادخال أحد إلى منصات السلامة الالتزام بتوقيتات الطعام الالتزام بإرسال شريط مسجل لمنصة القيادة الالتزام حقيقته بالنظام الجودة الأيزة المواصف الخاصة بالطيران وللتزام حقيقة بالبلد الثالث نحن بما أننا جديدين كان البلد الثالث هو يبنينا الاستمارة يعني ليس طائرات تحطوا بترانزيت بلين ترجع السافر ليس نحن نبني استماراتنا ذاك البلد هو يطيق تقييم فتذهب جمعت 200 مخالفة علينا حقيقة أنا بحثت بشكل جدا دقيق وخلي صحيحوا للأساتر لا يوجد دولة جمعوا عليها 200 مشارك 200 خطأ ورطلعوها فقط العراق